يرتبط مفهوم التعلم بأهمية التعلم لذلك نتناول في هذا الجزء المقصود بأهمية التعلم ونقول أن أهمية التعلم تصهر في زيادة المهارات والمواهب وكذلك عند التحاق شخص بوظيفة ما يأتي باتجاهات سلوكيات هو في الأصل تعلمها من قبل ويستمر في التعلم من خلال ممارسته لوظيفته هذه وبالتالي نقول لا بد للمدرأ من معرفة أبعاد العملية التعليمية وبالتالي يستطيع يؤثر على الموظف ليتخلص من السلوكيات غير المناسبة ويدعم السلوكيات المناسبة لتكون خير معين لزيادة الانتاجية أو زيادة انتاجية العاملين كذلك من أهمية التعلم الإلمام بالتعلم ومعرفته ومفهومه يوفر الأساس لتغيير السلوك الغير مرقوب فيه في العمل وتعزيز السلوك المرقوب فيه فإذا رقبنا في معرفة كيف سيكون سلوك الفرد ننظر إلى مستوى إدراكه وكذلك ننظر إلى إنعكاز ذلك أو نتائج ذلك وبالتالي نستطيع أن نتحكم في سلوكه وتصرفاته من خلال التعلم إلى هنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته